السلام عليكم ورحمة الله لكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنسخات الوطني المغربي ومركز خط وسط الميدان في مقابلة تنظانيا بطبيعة الحكومت الصفية كأس العالم مقابلتها تكون قوية من جانب من mundسخة الوطني المغربية استخدام تشكيلة دي الخط وسط الميدان ليخدار علاء بها المنسخة المغربي اما منصدخة طانزانية بناسبة تصفيات كأس العالم بطبيع مقابلة قوية لجميع الهواني بمقابلة كبيرة من خيارات المقابلة دي المنسخة بالمغربي بطبيعة الحال مع المنسخة بالطنزانية بدأوا في تشكيلة دينا تخطى وسط الميدان بدأوا اللاعب بوشواري لعب سين تيتين الفرنسي لاعب لي ما كانش معنا في اللاكان وما كانش معنا في المون دينا اللاعب أولين في من العناصر اللي يطلقون تعطينا وحد الفرخ كبير صراحة حسن في خط وسط الميدان بشيو عند اللاعب بلا الخنوس لاعب البطولة البرجيجية بالعناصر رائعة بطبيعة الحال في المنسخة بالوطنين العربية ممكن يعطينا شي حواج مزياني لانه اللاعب باقي الشاب بطبيعة الحال لا جيدين عم بشيو عند اللاعب سماعين الصيفار يلعب اندهو بالغولندي بالعناصر اللي كانت عنده 22 سنة وقدر يعطينا فزاف دي اللاعطاء في المستقبل بطبيعة الحال ان هاد اللاعب الشبان واللي كان عاولوا عليهم بطبيعة الحال لا جيدة لا ولا نقاشة في ذلك هاتش اللي قاين شو